وعلى المنتقى اليوم يوم مميز 30 حلقة جاءت خند عدد مرزاني مرزاني ليش ما لن تكوني قوي ما أبدأ نحن اليوم قدام مدير النجوم بعيد أصبر هنا جاي مقدم أي مقدم حين أنه ياك زوم العمل مرحب طبعا في بداية هالفقرة فقرة الفاربية الأستاذ رياضة خبران مقدم فقرة في التسعين يا أهلا والله أخوي خالد ويا أهلا بالسد المشاهدين إن شاء الله اليوم تكون حلقة مليئة بالشفافية يعني هالكلمة آنستني منك أنا قلت شفافية مما يعني أننا سنطرح كل ما لدينا بشكل شفاف والله يخذ راحتكم مرة وأنا هنا جاي وما جيت وما اخترت أني أجيب هذا اليوم إلا بعد ما يكون في حصيلة كاملة من الحلقات إلا شر عندكم محتوى يعني هذه مدري سبة إيه يكيد يعني بدل ما أطلعنا في أول حلقة لا لا بدل ما أطلع من أول حلقة فهم أكيد ما عندكم إلا حلقتين عندكم مزيد من حلقات صحيح حتى تتضح الصورة بشكل كبير أي وهذا المقصد وحنا صبرنا عليك والجمهور صبر أكيد على الفقرة تحديدا فأول شيء بداية خلينا نبدأ فقرة في التسعين وبصراحة يعني هل طلعت عند الناس للمشاهدين بأول حلقة وثاني حلقة نفس مكان مخطط لها قبل بداية تبث البرنامج ولا لا صار في تعديلات مع يعني مع انطلاقة الحلقات وغيرها طيب جميل أول شيء جدد ترحيب فيك وفي سادة المشاهدين نورت نورت وأيضا المشاركين اللي يشوفوننا بشكل فعلي يمكن يسمعون الكلام اللي بقوله كلهم يشوفون أولا فيه أمر مهم جدا في موضوع الفقرات اللي تكون في البرامج اللي مثل البرايم أو الخروج المتسابقين أكيد أنه فريق العداد هو اللي عد هذا الفقرة وحط لها أفكار ورؤوس أقلام وكل شيء ولكن بشكل فعلي كل الفقرات ومنها فقرة الفار وفقرة الذهاب وياب هي تمر في مراحل تتطور فيها وأحلم في التسعين وأكيد المشاهدين عارفين هذا الشيء أنه في كل حلقة أنا أتكلم عن الأخطاء اللي صارت في الحلقة الماضية وترى في الحلقة الجاية بنعدل فهم مشاركين معنا التغيير لأنه في بعض الأحداث تصير يمكن ما تتنبأ فيها إلا إذا دخل فرض الواقع فالفقرة أكيد أنها تغيرت وطورت فيها أشياء كثيرة جدا بس أنت قلت فيه أخطاء تعدلت برضو فيه أخطاء ما تعدلت أيوة شوف يمكن كلمة أخطاء بالمعنى اللي حنا ممكن نشوفها كفريق الإعداد ممكن حتى الجمهور مو شايفينها خطاء أنا ممكن شايف خطاء عدلت يعني قصدك رأيي طيب والجمهور يمكن أيوة الجمهور شايفها أن خطاء حنا نشوفها مو خطاء فهي سجال ونقاش ولكن فيها أشياء كثيرة تعدلت فقط في التسعين وحتى الأسبوع الجاي في تعديلات معلك طيب ممتاز نحن ندعو الجمهور كل ما يجول بخاطركم عن فقط في التسعين اكتبوا في هاشتاغنا هاشتاغنا اليوم برنامج منتخب 30 أيضا أربعة من المتسابقين سينضمون لنا بعد قليل في النقاش هذا وعلى طاولتنا واحدة حتى نقرب وجهات النظر والاختلافات اللي صايرة الله يعين طيب خلينا نرجع نرجع في أول أسبوع لما جاء المدير الفني وليد بصالح وكذلك سامن جرى الله ساتذتنا الكرام يعطيهم العافية تفاجأوا بشيء حسنا أنه في شيء ما يدرون عنه فهل كل التفاصيل كان يدرون عنها المتسابقين والمدراء الفنيين هذا واحد اثنين تحديدا في فقرة اللي هي كشف الأسماء أو أنها تقطيها وكذا هل كان عندهم خبر وإذا كان عندهم خبر ليش كذا تفاجأوا على الهوى وصار في تحفظ وكردت فعلهم يعني فيها حساسية عالية يمكن قدام الناس طيب أنا في شيء مهم جدا أحب أقوله يهمني اللي هو موضوع تقمص الشخصية كيف يعني حتى أنت في البداية قلت الرياض الخبران تتكلم كمدير نجوم أو لا أنا عندي طبع واللي يتابع برامجي بصراحة اللي في شبكة بشكل عام قبل ما أدخل البرنامج أسأل فريق البرنامج إيش الشخصية اللي يبوني يكون فيها رياض هذا واحد صحيح بقول لك هذا النجاح الإعلامي كذا أيوة يعني هل رياض يبونه شخصيته فكاهي جاد حازم حتى كنت في مثل يمكن ذكروا بعض الشباب فأنا أهتم في موضوع أن أتقمص الشخصية وأعيش الدور اللي أنا فيه مهم جدا يعني إذا أنا في فقرة في التسعين جاد حازم أنا كنت بسأل هذا ليس سؤال كنت بسأل كأنفسي السؤال لا لا بس أقول لك ليش أنا قلت هذا الكلام وهذا السؤال كان يهمني بس أنا أؤكد على ساغلت أنه شفنا هنا أيضا أستاذ رياض شخصية مختلفة شوي عن البرامج الثاني أكيد فإيش سالفة الشخصية أنا أقول لك تقمص الشخصية في أي فقرة مهم جدا أنت كمذيع أنت عبد خالد الآن تقدم برنامج اسمه الفار حوار حوار شخصية وحوار وموضوع أي إن كان ونقد خلاص أأجي أنا الآن أقدم برنامج اسمه في التسعين فيها خروض شخص قبلها فيها مسابقة حركية أتقمص الشخصية الخاصة فيها حتى في بعضهم زعلوا وقال ليش أعطيت كرت لأحد المدراء الفنين أبعطي كرت وبعطي طرد نفس الفقرات الموجودة أبتخذها دام الجميع عارفها الأمر المهم جدا فيه أدوار ما أقدمها أنا يقدمونها الإدارة إدارة البرنامج يعني مثال شرح البرنامج وشرح الفقرات هذه عند مدراء المعدين يشرحونها لمدراء الفنين صراحة مجد نظرك ما كان عندهم خوار لا 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 أنا أول سؤال سألته أول ما شرحوا لي فريق العداد أنه تراه فيها خروج يعني تخيل أنا جالس كده هم مشرحوا لي الفقرة أول سؤال سألتهم قلت هل وليد وسامي يعرفون بالفقرة هذه لأن أول ما قالوا قلت أوه إحراج إحراج شخصي إحراج شخصي لهم وأنا لو كنت مدير فني أبعرف الموقف محرج قالوا لا يعرفون قلت خلاص إذا كانوا يعرفون وراضين ودخلوا معي الفقرة في التسعين مين كانوا من المعدين تحديدا اسمه والله ما أتذكر أنا عادل أقول اسمه درس ما أتذكر أنا سألت الفريق كامل يعني وسألتهم كلهم يعني جلست أنا مع أكثر من واحد من الشباب المقصد مهنة إذا كانوا هم مراضين الشباب الأصل منهم أنه في أول في التسعين يمكن يمشونه قدام مشاهدين لمرة الثانية يقولون لا ستوب لو هم مراضين بصراحة أنا أقول لأي واحد يشارك شارك بشي ما كان عارفه زي العقد المتسابق أيضا في أدوار أنا أقوم فيها في شرحها يعني في البرنامج قبل الهواء أشرح لهم فكرة البرنامج وفكرة الفقرة حقتي وفي أشياء يشرحونها فريق الإعداد فأنا مو دوري أني أشرح لهم أنت الآن فقرتك خالد الفار لو صار في حدث أنا مو دوري أني أشرح لك مثال أنه فقرتك فيها مثال استضافة مفاجئة أو أو شيء هذا يتبتع لك طيب من خلال مشاهدة سريعة في فقرتنا ودينا نستعرض في فقرة الفار الفار اللي عندكم ممتاز يعني في لقطات ودينا نعيد هذه جاهزة معنا أعطونا إياها أو أعطونا المتسابقين أيهما أجهز طيب أول مقطع جاهز الآن وبنشوفه بنشوفه السالف تأمرنا يلا ستة وعشرين ستة وعشرين كلمة بمثل مثل تستخدم فيه كلمة مزحة الشباب هنا في اعتراض من الكابتن يقول إضافة كل مزحة برزحة أو مزحة برزحة مزحة برزحة طيب ممتاز إجابة صحيح يقولون شباب تفضل معي هنا بندر طيب ودينا قبل أن أسمع رأيك سيد رياض ودينا شوهم متسابقين ويعني يعلقون برضو على هالشي من معنا؟ عمر حبيب مهند عبد الرحمن دخنة اجرسوا زين أنتم الآن على الهواء مباشرة في فقرة الفار ودي أسمع تعليقاتكم خاصة عبد الرحمن دخنة تفضلي عبد الرحمن أتوقع أن الموضوع موجه لكم بشكل كبير يلا يا شباب خضروا حق لا إذا بتنشيد خلص نخليكم في ريالة وإحنا نكمل نقاشنا ووالله يوفقكم تفضل تكمل نشيد؟ يا حياة زالة حياة كلها طيب ما نسمعهم ما نسمع شغلونا السبيكر هنا السبيكر اللي عندنا عبد الرحمن إحنا كمان الصوت عندنا نواطي طيب احنا ما نسمع ترى إي عشان كده تنشدون كلموا بالمعكوس عشان نسمع كلمة معكوسة كلمة كلمة شف حين نسمعو شف حين نسمعو طيب عبد الرحمن صدق جرق عرضنا مقطع حق كل مزحة برزحة وش اعتراضك إيش نقول كل مزحة برزحة عرضنا حقّ كل مزحة برزحة ايو ماذا اعتراضك basis هل كان الاعتراض في بس كلمة كل نظر الكاميرا طيب يا خال نظر الكاميرا إيش نظر الكاميرا نظر ما ا Hash الممتاز واضح سنستمع هذه الإجابة مع أستاذ الخبران شكرا خلوكم لا تروحنا أنا صراحة ودي لو كان عندكم مقاطع تعرضونها كلها مع بعض كلها بنيرضها لا أعرضوها عشان يكون ردي واحد بشكل عام بقول لك أنا بشكل عام إذا جينا حنا تبقوا أنتم تراجعون كل الأسئلة لا أحب لأخذ نماذج لا أنا عندي مشاكل كثيرة أعطيك مثال الآن لم أجبت حق نجل سؤال نجل مليان مليان وبيع شوي عندنا حق سؤال العقيم معاقر بقول لك عشان كده برد عليها كلها مرة واحدة لأنها يرد واحد في بعض الأسئلة المحتملة عدة إجابات هذا جزء في بعض في شيء اسمه الصح في شيء اسمه الأصح مثال يوم قلنا قبل شوي حانت جبته مزحة برزحة وفي عاقر وفي غيرها طيب نبدأ أول شيء كده بعض الأسئلة اللي بتلقى لها إجابات وأنا أبراك خالد تفتح جوجل بعد شيء بصلك شوي سؤال الآن أنا سألت سؤال عاقر صح اللي هو المرأة التي لا معايا خالد لا تنجب قال واحد عقيم واحد قال عاقر أنا قلت إجابة صحيحة عاقر المكتوب عندي عاقر صحيح جينا بعدها ما شاء الله بدأ التحليلات اللي بدأ يشتغلون فيها عقيم للرجل للمرأة أيضا فيما يقول أنه عاقر للمرأة فقط هذا واحد في بعضهم قال وراحوا يبحثون في بحث ما شاء الله في الجينات وهذا قال عاقر عرفت جد والله عاقر هي المرأة التي قد تستطيع الإنجاب أما عقيم لا تستطيع الإنجاب من هالنقولات اللي أقصده في كلامي أنا لو سألت السؤال قلت الرجل الذي لا ينجب وقال واحد عاقر والثاني قال عاقيم وش بأخذ أبغام الشباء بيجاوبون دخنا بسألوا سؤال بس دخنا يا مرحبا لو سأل سؤال الرجل الذي لا ينجب حلو واحد قال عاقر والثاني قال عاقيم أخذ مين حلو هذه ما فيها اختلاف لا 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 بسؤال لا زعلانين عليها فيها اختلاف عاقر خطأ للرجل ايو طيب بقول لك معلومة الآن حلوة حلو شوف هذه معلومة مو صحيحة ولا شي بس أقول لك إذا جيت تبحث في جوجل يمكن تلقى إجابة أنه عاقر في اللغة العربية قد تقال للرجل قد مو أنا أقول لك أنه مو صاح يمكن ولكن إذا جيت تبحث في كل شي بتجد خطأ وتجد جواب أكثر من جواب نجل واحد من الشباب وفي فريق الثاني قال ولد والثاني قال ابن ولد تطلق على الذكر والأنثى ابن هي اللي جابه صحيح للنجل حلو حرفت حلو فقالوا ليش ما قلت أنه ولد ولد هو الصحيح هذا جانب طيب تكوينة تكوينة سؤالهم مزحة برزحة ايو في فرق بين الأمثال اللي كانوا يقولونها حقة القلب كل أخطاء يعني لو في واحد جاب لي مثل من أي الأمثل حتى السابقة ما خربت تكوينة المثل ما في مشكلة فيه حلو ايش معنى تكوينة المثل ما هي تكوينة المثل عمر حبيب معنى المثل اهلا والله يا حبيبي يا معتري submitting جاوب عمر حبيب ما هي تكوينة المثل مزحة برزحة ايوое تكوينة المثل هل اختلفت بشكل فعلي طبعا اختلفت شارت كل مزحة برزحة كل مزحة برزحة طيب إذا واحد مزح كثير مع واحد وعطاه رزحات قال لهيش بعدين مزحة برزحة لا ليش قال له كل مزحة برزحة صح المثل هو مزح برزح أيوة أيوة خربت تكوينة المثل طبعاً خربت لا بقول لك الآن الأمثلة السابقة التي إيش الأمثلة اللي قلناها حنا من يوم بدأ البرنامج كثيرة عطيني أي مثل هذا الشبل من ذاك الأسل هل في أحد جاب من الأمثلة السابقة كلها فيها تكوينة لمثل واضح وما أخذناه تكوين مثل واضح ما أخذناه هذا السؤال يجاوبون عليه فيه أمر مهم جداً أنا مودة أرجع بالأسئلة لأنه أرجعنا بالأسئلة حتلقى لكل لكل كلمة لها تفسير لها معنى لها معنى لها معنى للمعلومية وهذه أنا أقولها وقدام فريق الإعداد سمعوني أي سؤال الإعداد الميرسلون للأسئلة أجي وش أسوي أنا أشوف للسؤال وأعطي إجابات أتوقحها من الشباب ممتاز أنا أرى هذا أقول لك كيف يعني نتخيل حتى بعض الإجابات ما تيجي أقول لو واحد قال مثال حقية مواد بناء قلت أنا لو واحد قال المزلاج حق البناء هذا ماتة بناء فعلا لا يدخل فيه يدخل فيه الجوالات لو واحد قال نوع من الجوال ولا قال نوع السيارة نروح نسل الأسئلة حتى ما توقع شباب وصلوها بالتفكير حلنا نجيبها يعني مرة ما تحت فعلا بس اسمح لي يعني إحنا نحن نحن خلينا نتكلم كلام جداً منطقي هالنقطة كويسة أننا وصلنا لها بما أننا وصلنا إلى هذه النقطة أنه لكل سؤال يوجد رأي يوجد احتمال يوجد اختلاف صح لماذا لا يكون هناك أسئلة أسئلة لا تحتمل معاني أخرى أو إذا في حالة احتمالية معاني أخرى لها أو تفسيرات أخرى يخي ما تكون سؤال أو أنها تضاف لها بعض الكلمات التي تحدد مسار السؤال مهما في كلمة فقط عطيني الآن مثل جب لي أي مثل لك ويقول لك مثال خاصة في بعض الأسئلة ليس كلها كذا يعني في أشياء هي اللي فيها مشاكل يعني مثال لا يوقف أنا عارفها يعني لا يوقف والأمثلة هي اللي عندها مشاكل للمعلومية وهذا فريق العداد يعرف هم يرسلون لعداد بعض الشباب في بعض الأشياء أنا أقول هذه مدعاة للمشاكل طيب لماذا تشعل؟ أشيلها أشيلها وأغيرها حلو نوصل لمرحلة بعض الأشياء أنت ماتشك يعني حق الجوالات مثال لا بس ماتشك يجي لك واحد من شباب يجي لك لا أظن أشي اسم الجوال يجي لك اسم يعني ترك الجوالات الأساسية ويجي لك اسم ثالث اللي أصدوا هنا يا خالد حنا نعد الأسئلة شباب عدوا الأسئلة عفوا أنا أراجحها بصراحة الأشياء وأنا أقولها للشباب أقولها لو جاء كلمة الأسد مثل بأسد روح جيب لي الأمثلة كل اللي في الأسد حطها لي وأنا أقولها بشكل فعلي رغم ذلك يا خالد ولازم يعرفون للشباب هذا الشي يعني وحتى لهم يوم جربوا أنهم سكونوا مكاني في التقديم أنت عندك ثلاثة شيئة في وقت واحد في أقل من جزء من الثانية واحد قرأت السؤال استقبال الإجابة اثنين استقبال الإجابة الأسرع عرفت ثلاثة استقبال الإجابة الأسرع تدخل فيها الصافرتين هذه حتى في مرة صعبت وين صافرات على فكرة أنا جاي بشمطة كل العدة حقتي عرفت ثلاثة ما عرفت الإجابة صحيحة من الخاطئة لا 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 عفوا ثلاثة معرفة الإجابة أربعة الوقت أنت تخيلت الآن هذا كله في أقل من جزء من الثانية اسمعك في الكنترول كم شخص أنا اللي أشوفه فوق سبتا لا أيوة الكنترول شدورهم أنت شفت الآن في سؤال كل رياضو ش قال هنا في المقطع قال في اعتراض يا شباب على كل أنا هنا جالس معهم أنا ما عرف أنه كل مكتملة ولا لا الشباب رأوا في الكنترول وهذا أنا أرجع الكنترول في بعض الأشياء اللي أرى فيها فيها مشاكل لابد أن يكون فيه مرجعية لك اللي هو خاصة بالأسئلة كل قالوا الشباب لا ما اختلف التكوين اعتمدت إجابتهم طيب في بعض الأشياء أختلف معها في الكنترول ألغي السؤال كامل أو إذا أنا معرفتي أقل أشوفهم من معرفتهم فيه أمشي كلام الكنترول فقرة لا يوقف فيها لغة دائم كثير متكررة صحيح مش ما تلغى أو تعدل بطريقة أخرى وفك الإعترابات هذه لأزعجة الشباب والله يشوف مثلا الآن إحنا لو قلنا مثلا مدن السعودية وش بل يعطينا إجابات مدن السعودية مدن السعودية حلو بالروح واضح واحد نثل 13 سويناها مرة صور القرآن سويناها مرة ما شاء الله صور القرآن جاء و اثنين ما شاء الله ما في اختراع يعني ما رح يختراعك صورة موجودة موجودة بس موجودة ياش سويناها صور القرآن أيوه ممتاز ألوان مثلاً يقول لك كستنائي فاتح لا أسمع اطلع بألوان سوينا ألوان وصارت فيها مشكلة ترى المعلومية أيوة أنا أقول لك صارت فيها مشكلة بعد أيوة أذكر يعني ألوان وصارت فيها مشكلة أنا أقول لك هذا مثال مفتوح يعني ما نأخذ ألوان أيه عطيني أشياء أشياء محدودة حلو دول أفريقية دول عربية يعني ما فيها خلاف ما رح يجيك واحد يقول لك والله طيب هذه موجودة الصين مثلاً يقول لك مصر مصر يقول لك عنها دولة جنبية لا دولة عربية واضحة في اليوم الواحد الشباب يجيبون أربعة لا يوقف أو خمسة للمعلومية أو حولها من الخمسة تيجي وحدة اللي هي دائماً تسر فيها علا أما البقية كلها زي كذا أشياء واضحة طيب هالوحدة ذي لماذا نشيلها حنا ساعات نشيلها نجيب وحدة ثانية بدأ لها يتسر علا واحدة منهم لازم الشباب هم نفسهم يطلعون لك الأشياء أعطيكم كل صراحة الشباب لو اشتغلوا عندنا كم سؤال في اليوم هذا في التسعين كثير طيب الحمد لله يعني خلال حلقات تيجي خمسة إلى أربع أسئلة فقط وللمعلومية مزحة برزحة ما كانت مفصلية كانت عقيم وعاقر هي المفصلية كانت يعني مزحة برزحة ما كانت مفصلية مرة اللي تستدعيك كانت عقيم وعاقر صح كانت مفصلية بس بشكل عام الشباب لو اشتغلوا وهذه رصيحة لهم والله لو اشتغلوا في الأسئلة فقط على اللي عندهم كان انتهينا وطلعنا من المشاكل الإجارات تكون معك صح إجابات أيو أيو تكون معك نعم طيب بقول لك معلومة في الإجابات برامج عالمية عالمية وحنا برنامجنا المنتقل برنامج عالمي يا سلام عليك عشان كده خلاص نقتل في البرامج العالمية برامج عالمية إذا الإجابة الموجودة عندك وهذه أنا أقولها لهم الآن وينسجلون عندهم الشبابة وخالد ركز معي حتى لو كانت فيه إجابة محتملة للصواب أخذ نفس الإجابة وهذه فيه برامج عالمية زي كده ونرس يقوله إجابة صحيحة يقول لك لا خلاص تقرن عن هذه أيوة هذا سويا أعطيك معلومة أعطيني واسمح لي فريق الإعداد أني أتكلم بهذه الشغفية يمكن قول أنا أشفت بعيني أحيانا في بعض أحيانا فقرات في التسعين يتهي الإعداد أو الأسئلة مثلا في آخر عشر دقائق حصلت يمكن كم مرة حصلت كم مرة فنشوف إجتهادات من فريق الإعداد لإيش لبحث سريع ويلا بصرع جب لي سؤال جب لي سؤال وعاقر وعاقيم كانت من ضمنها ولذلك حصل الاختلاف يعني قلت خلينا قلو بشيء هذه عاقر وعاقيم كانت من ضمن إيش كانت ضمن الأشياء إجتهادات لا مكتوبة ما نقول إجتهادات لا لا مكتوبة هذه أكيد هنا مكتوبة قرية قدامي طيب ممتاز أنا لو لم مكتوبة وقفت ما رح تتكمل لا لا وقفت 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 السؤال ورجعت أكد مكتوبة قدامي عاقر موجودة موجودة طيب بشكل عام للإضافة الأسئلة التي موجودة طيب للمعلمية يعني ليش ما تقول أنه خلاص أنا أي سؤال ما هم مكتوب عندي انتهت مبارا لا لا بقولك شيء خلي جيب الإعداد أسئلة تكفي طيب أنا هذا كيد المرة الأولى أول ما بدأنا في التسعين وهذه الشباب يمكن مبارا إذا انتهت الأسئلة المرة هذا الكلام اللي بعدها لا لأنه فيه ناس ضلمة وفيه وقت كان وتعرف في بعض الحين لماذا ما يجب بالفريق لإعداد الأسئلة تكفي لا في مشكلة إيش اللي صار بعدها الآن اللي صار بعدها الآن تثبيت الوقت 25 دقيقة شط الأول 25 دقيقة شط الثاني خلاص حتى لو انتهت الأسئلة نكمل في أسئلة سرعة بس أسئلة معروفة وواضحة وحتى الكنترول قاعد يجهزون الأسئلة عدد كبير جدا لكن أول ما بدينا كنا مشغلين على موضوع إذا انتهت الستة وثلاثين تنتي المباراة يعني شط الأول لو استخدموا كل الأسئلة كيف شفاف فيها معاك تمام ولا أكثر لا مرتاز مرتاز مريحنا كدو مريح الجمهور أنا مروح للجمهور جمهور للأسئلة قول قول تعطوا لي مقطع الصافرة مقطع الصافرة هذا العدة والشي هذا عدة طلع لنا الصافرة وحل لنوضوع الصافرة طيب خرشوف الفيديو إذا جاهز اشتغل مثلا تستخدم فيه كلمة حجر حجر الحجر اللي ما بيعجبك بفجك مثلا سوري حلو فجك حيو نجوم المنتقى حلو نقولها طيب كنا نتناقشت أول جماعة الخير الصافرة هنا بطأناها وطلع لها قبل الشعر حتى وبطأتها وهذا قدام المشاهدين الآن نعيدها بقول لك شيء أول شيء حينما ما شاء الله لو قعدنا في كل واحدة في المباراة في التسعين نرجع ونبطئها أنتوا كم قعدت تبطئون نحن والله أخذ مننا وقت يا سلام عليك فأنا عندي جزء من الثاني في القرار الأمر المهم جدا إنه حتى لو بطأتها أنت أخذتوا بالصوت الأخير وليس بالصوت الأول بالصوت الأول لا تفرق وأنا عدتها بالفار أنا هنا بالصوت الأول إن شبه في الصوت الأخير من صفر أول هو اللي بجاء عليش مخرج بقوم شوية تفضل تصطرني خلق خالد هنا خلق خالد لا بستكفر لا 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 أسأل سؤال والله عالي يذي خالد خالد أسأل سؤال أسأل أي سؤال أسأل أي سؤال وش اسمي لا لا أسأل سؤال يعني كأنني ثقافي أسأل سؤال ثقافي متى تأسست شبكة قنوات الماكس يا الله الصوت حداك تطلع من الأول إلا أنك صفرت مع بعض طيب هم يسألون مع بعض الشباب كيف تفرق شيف لي ألية ثانية ما حد قال نازم صفحة ما حد قال نازم صفحة سؤال ثاني سؤال ثاني بس هذا الصوت يدخل في مخي طيب أنا جنبي الشباب عطيني سؤال وش اسم هذا الجهاز يخربت اليهود يلا وش الأول والله ما أدري بشه والله إذا أخرت واحد عن الثاني أخرت واحد عن الثاني أتوقع هذا قبل لا لأني ميني هذا عيد مرغاني لا أنا بشتري لا لا فهمنا في الصبخة إذني خالد خالد أتنظر الشاشة نظر هنا نظر هنا نظر هنا إسأل أي سؤال كم عدد الكاميرات في الستوديو مع بعض لا في واحد منهم أول ما أدري طيب ليش بتجيبون أداة ثانية أداة لا يوجد فيها اختلاف للمعلومية جبل أنبا للمعلومية الحمد لله شوفي خالد خالد أنا منيب الجمهور ما أدري أو حتى الشباب ما يدروني ممكن ترى أنا قاعدت ممكن ثلاث سنوات أتحكم فعلا أنا كنت بقى أطرح النقطة أحكم مباريات أحكم كل شيء بس هناك ما فيه إلا صافرة واحدة طيب ما فيه صافرة واحدة بس أنت عينك تناظر 11-11 صحيح لا تناظرنا غالبا في الكورة أيها الكورة لا بعض الأحيان تناظر هنا تناظر الكورة انتقلت الكورة هناك الصفر أقل من جزء من الثالث تحكم بل أنتي صحيح يعني فيه قدامك ثلاثة وفيه واحد كسر الثاني بس أنت ما تتفق مع أن هذه الآلية آلية مزعجة ومشدتة جدا أكيد أنه متعبلية هل لي ما نغيرها أنت ما تخيل يا خالد أنت الآن هل بينكم بين الصفرات خالد شوف أنت الآن تخيل أنا قاعد أركز أنت الآن أنت كنت فقط تركز الصفرتين أنا لا أركز الصفرتين أنا قاعد أركز في الوقت الذي يدي وأركز بالسؤال وأرى أسرع عجابة عرفت فكرة وتقدم وتتعامل مع كاميرات ومخلط قاعد متسابقين وإعتراضات طيب لو سمعت صوت وراء أوقف أتكرت كمان ترى أنا أركز وراء بعد قلوه ما شاء الله يا جماعة والله جدا سلام طيب ولو واحد في لحظتها تكلم من الجهة الثانية أوقف أخذ كرت فأنت أقل من جزء من الثانية أما في الجهة تبطئ أبطئ لك الآن على أشياء كثيرة أطلع لك بلاوي مشاكل خذ مني خذ مني علم وإنشي الصفرات الحلقة الجاية إنشي الصفرات نشوف أي شيء أي اختراع ممكن نسوي ورشة عمل لا 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 أقول لك شيء شوف الحكة الحكة بدأت لا الحمد لله مشاكلها للمعلومية تقول قاعدين نتغير مع كل مع المعلومية كم بالمئة والله كثير لا مو كثير أخذ شوف رأي الجمهور أعطوني في الهاشتراك أتحداهم مشاكلها كثيرة الشباب ينتهي الفقرة يمكن عندهم سؤال أو سؤالين فقط الشباب موجودين معنا أما مشكلة الصافرة أعطوني مشكلة الصافرة فقط في وحدة منهم يا شباب الصافرة كم تشكل نسبتها ونسبة تشتيتها وإزعاجها وعدم دقتها بالمئة لا تشتيتها وإزعاجها لماذا؟ لي أنا طيب هبي لا نحن أن تنزعج لأنه يهمنا أنك تركز شوف نحن مدام مدينة في شيء ننتهي فيه بصراحة الواحد يتأخذ قرار في شيء معين لكن إذا اكتشفت في مراحل ما وفي يوم لا لا فيه تغيير فيه تغيير بس نسبة الخطأ فيها قليل جدا يعني قليل جدا تعتبر قليل جدا بمعنى كم حلقة كم سؤال نحسب هذا العدد ممتاز دعنا نسأل المتسابقين مهند عمر من؟ من هذا المتسابقين ما في غيرهم؟ نحبك يا بذوك أحبك يا رابا بعدين تبادل الحب بعطنا إجابة ما سؤال كان؟ خلاص شكرا لك كم نسبة الخطأ في الصافرات نسبة يعني هل كبيرة فوق 50%؟ لا لا ما هي كبيرة ما هي كبيرة كم؟ ما هي كبيرة قليلة تكون نسبة الخطأ مهند هذا اللي في الميدان مهند مصاك الله بالنور مصاك الله بالخير يموم أجيب والله هي نسبتها ما هي كبيرة لكن يعني نتمنى وجود حل أفضل بس عطني حل ممتاز خلك جزء من الحل ممكن إضاءة حلو يعني في المعنى موضوع إضاءة أو مثلا يا بذوك يعني مثلا الهجوم فريق اللهب مثلا الهجوم فريق اللهب يكون يتقدم إلى المنصة مثلا تكون فيه منصة في النص الهجوم مع الدفاع مثلا وفيه ضغطة زر مثلا الأمر حبيب أنت ومهند بتخسرون في الفقرة ليه أبو ذوك يعني أنت بالله بتركز في الإجابة أو بتروح تمشي أنا موافق أنا موافق شخصنا الموضوع صح ولا لا حين بتدخل اللياقة ترى فيها بتدخل اللياقة لا لا يا بذوك بتكون المنصتين جنبك أيها مثل الهجوم يعني بس نتقدم والهجوم تكون موجودة وإحنا واكفين شوفوا الإقتراح جاي من الموند لو واحد ثاني بمشي أنا موافق أبو ذوك أنا موافق أعزمي أبو بل يعني فيه اشتلاف في الرأي هذا طيب يا شباب ليه حيول الحقيقية أيها كانت الحلول فيه اتفاق يعني ممكن لحنا نسوي بس لحب الله فيه اتفاق أنه نسبة الخطأ فيها أقل من خمسين إلى أقل من ثلاثين ممتاز لكن بما أنه في شيء أجود يعني أنت حتى في معدلك في التعامل في مع الإجابات في مشكلة حتى تجي هنا إجابة أفضل أنا بروح لها عندي شيء أدق أبروح لها ما فيه ما فيه لو فيه شيء خلاص الآن الصافر الحكم في بعض البطولات ما فيها فار صح ما فيها فار صح مع أنه يقدرون يحطون فار صح طيب وانت فاهم والجمهور فاهم وكلنا فاهمين وانت سابقين فاهمين الأخطاء جزء من اللعبة من التحدي علمهم هذه يزر علمهم وقلهم اسمعوا يا شباب صال صال لو ما فيه أخطاء كان ما أجبتن هنا فاهمين فاهمين صحوا لكم فاهمين لو ما فيه أخطاء كان أجبتن لا 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 صدق لو كل شيء بالملي يعني فيه بطولات عالمية تخيل بطولة عالمية يقدرون يحطون فار ما جابوهم ما جابوهم يقدرون ماليا كل شيء بس ما جابوهم لأنه جزء من اللعبة في بعض الأشياء خربت اللعبة صحوا لنا يا شباب صح طيب شباب فيه دقيقة واحدة هل عندكم اعتراضات حاجة واحدة مشكل عام عن في التسعين أو ملاحظات بدكم توصلونها شي واحد بس فيه أخطاء عن أخطاء تفريق فيه أخطاء تقديرية هذه الأخطاء ما حد يقدر يحتاج عليه لأنها لازم تكون موجودة لأنه إحنا في النهاية بشر لكن فيه أخطاء تكون هي أخطاء ما تقلت يعني مثل ايش مثل ما عليش يعني السؤال الأخير حق الشعل واللهب العقيم والعاقر العقيم ذكرت في القرآن للمرأة طيب ممتاز فهذا ما تقلت تخطيئها عمر عمر طيب اسلم سألتك أنا سؤال العاقر تقال لمن العاقر تقال للمرأة فقط طيب والعقيم العقيم للمرأة والرجل إذن المرأة تحتمل العقيم والعاقر طيب إسمع إسمع طيب الإجابة صحيحة صح كلها أيوه إيش الأصح لا لا إنت ما سألتني إيش الأصح لا لا إيش الأصح للمرأة للمرأة تحمل الاثنين لا لا عاقر أما ذكرت بحاجة إنت في مرة قلت في تأخر كانت إذا أنا بدأ كنت فروح للنجل في حاجة يسأل لك إياها في مرة إنت قلت تأخر معناها زوال أو إضم حلال في حاجة زكية قلتها يا سلام تحتمل الاثنين فهذه تحتمل الاثنين يا سلام عليك أنا ذكرت لو رجعت الحلقة في الدقيقة الرقم 53 حلقة اليوم قلت أنا وشه قلت أنا في بعض الأسئلة ما تحتمل أكثر من إجابة في بعضها تحتمل صح صح ولا لا طيب بالنسبة لي قلت لك أنا لو أنا سألتك نجل نجل ولد ولا ابن النجل هو الذكر الذكر من الأبناء طيب ولد تحتمل الولد لا تعني الذكر فقط الولد تعني الذكر والأنثى يعني وش إلا صح لا الولد خاطئة ابن ولا ولد لأنه الولد خاطئة الابن صح يا سلام عليك طيب عقيم ولا عاقر عقيم وعاقر لأنها مضطورة طيب خلاص ولد وابن لا 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 أنت وانت فاهمني طيب موذن أنني في يوم الحلقة لا لا بس صد صد الإجابات للمعلومية عمر والشباب أنا قلت لكم سأعتمد الإجابة في الأسئلة بعض الأسئلة الأسئلة السريعة سأعتمد الإجابة الموجودة عندي صح هذا نظام حلو أنا هو كذا أنا شغال عليه ترى ما غيرته أبدا طيب هذه ممتازة حدي ممتازة لم أغيره في ابن وفي ولد وفي عاقر وفي المعلومية أكتب جوجل الحين قلت لك أنا أكتب عاقل تقال للرجل أكتب عاقل تقال للرجل لا أكتب 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 جوجل كده بس والله هنا عادم معلومة خطة شبابة يا دخنا بس أكتب بس أكتب كده أول حاجة أبو دوق ما أحجلومك صراحة والضغط اللي فيك مكفيك وكلنا مقدرين هذا الشيء صراحة وكلنا معاك في هذه الحاجة سبحان الله ألاطف العافية وهذه كلمة حق ما هي مجاملة صراحة هذا الحاجة رؤولي حاجة ثانية السؤال المهمة الآن هل طبعا شفنا في الترجيح شفنا في ذهاب وياب شفنا في ستة صح إذا في خطأ ممكن تنقلب النتيجة في اليوم الثاني هل في التسعين نفس الوضع ولا اللي يصير في التسعين ينتهي أنا بالنسبة لي بالنسبة لي أنا أشوف إذا أنا واثق بشي ما أعيد ولا أكرر ولا أرجع صراحة يعني تقول لي حين ترجع عشان عاقر ولا عقيم والله ما أرجع أنا واثق بإجابتي هو الآن انتهينا لكن لو كانت أقول لك أقول لك لو لا في شي فاضح واضح عيانا بيانا قعد المؤمن يعني يرجع للحق بالعكس واحد يرجع للحق بس أنا عن نفسي أسئلة عادية صراحة يعني وفيها يعني وضوح انكتبتها وشي هنا والله يبغالها بس طرع لك صح شفت تطلع لك مصادر يعني لو تبغى شيء بتطلع لك إجابات من تحت الأرض واحد دارس أنا أريد أن أشكركم يعطيكم العافية يا شباب أنا لا أعود إلا إذا كان في شيء واضح شكرا لكم يا شباب يعطيك العافية الآن أروح لهم أنا كنت أعتقد أو أظن أو ما زلت أرى أنه هذا السؤال لو أضفناه لكلمة فقط انتهى كلها النقاش ما هو؟ السؤال لو أضفناه لكلمة فقط فقط لماذا؟ خلاص لماذا تصبح فقط للمرأة؟ لا مكتوب هو السؤال أصلا ما هو السؤال؟ خالد ما قيل فقط ماذا يطلق على المرأة التي لا ترد؟ التي لا تنجب المرأة خلاص ما فيه؟ كيف الآن مرأة فيه رجل يطلع من المرأة؟ الأسئلة ذي خلاص ما أود أن أعرف واضح السؤال هو الشباب بس أنا أخصلك شيء أنا أخصلك القاعدة نحدد بقلك حاجة شكل عام أخصلك شيء شاء الله والشباب يسمعوني مشاهدينا كلهم السؤال هذا يلتقى هذا فيه واحد أب عنده ولدين توأم عنده ولدين توأم جلسين عنده في الصالة أمور مطيبة سعد وسعيد نعم راح قال لي سعد بالله يا ولدي توأم نفس العمر كل شيء قال لي يا ولدي يا سعد رح يجيب لي موية قام سعد جاب موية سعيد ماذا قال لأبو؟ قال آفا تحب سعد أكثر مني عرفت تقول لي هو جيب الموية رجع ماذا هو؟ من شاسم اللي رجع؟ سعد الأول أيوان مع الموية ماذا قال؟ قال خلصتوا السر اللي بينكم يا بوي فهمت الفكرة؟ ايه يعني هذا منظور أن هذا صرفني عشان أسأل يا سلام عليك وهذا يا سلام عليك هذه القصة هي قصة اللهب والشعلة يا الله معايا اتفق معايا مهما صار ومهما دار حتى بعض الجمهور يقول لك أنت تميل أنا للمعلومية حبتها المثل من جايبة ما عليك أنا عندي الله يطلع لك مثل جديد فعلا ينطبق على بقول لك شيء أنا بعض يعرفون الشباب وطلعوا واحد منهم أتعمد أني ما أحفظ واحد أتعمد اثنين أدخل الحلقة لأنتنت الحلقة بعض الأحيان ما أعرف مين اللي يحتاج الفوز من الخسارة عشان ما يصير فيه لبس طيب لماذا مرات توزع كروت بشراها ومرات عهد تمشي تشوف حسب الموقف يعني ما يعرف الكروت التي سنستعرضها هنا الكروت هم عارفين الشباب يعني في بعض الأشياء يمكن بحطة نستحديثها وقت الهوى بس أنها تأثر على النتيجة وتأثر على الوضع وتأثر على هذا الكروت بالعكس أنا شوف يعني بقدر يمكن فيه مرة بس حقة الأمين وعمر حبيب اللي قاله فيه لبس بس أيضا تعتبر اجتهادات من الحكم وتقديرية بضبط الموضوع ترى الفقرة هذه لو لم تتم الضبطها ستصير خضار على طريق خضار تذكرت أنت تقول 25 دقية و25 دقيقة ما هي مين 25 دقية و25 دقيقة متى في حلقات أي شو قلت أنا شوط كده أو شوط كده متى قل لي فريق الإعداد اللي قالوا لك كيف متى متى قلتك أي حلقة أيها كانت الحلقة لا أنا جاوبت ايه في حلقتنا الفار في الدقيقة الـ 34 حلقة الفار اليوم جاوبت تابع الإعادة ما فهمت عيدو الله جاوبت نقول السؤال سلامك الله أنا قلت في بداية الحلقات كنا نعتمد على الأسئلة ايوه إذا اتهت الأسئلة تنتي يعني شوط الأول استخدمنا فيها 35 سؤال شوط الثاني استخدمنا السؤال أنت هاتم براء فهمتك أنت فهمت فكرة فهمت اللي بعدها ثبتنا 25 25 الآن ثابت حق الماضي 25 25 طيب يعني في ثبات بين الشوطين وهذا يرجع الحساب مو بعندي لكي نكون بالصور أيضا أثق في الفريق الإعداد اللي معنا هم بيون الحسيق أنا أثق فيه صدق في بعض الأشياء ما أثق فيه 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 غيره لا 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 تثق فيه أين كان للمعلومية في مرة في مرة هم قالوا الفريق الإعداد شيء والله أنا ما أخذته والغيت السؤال لأنني كنت عندي ثقة لأن الحكم في الأخير يرجع عندي ترى من نهاية خليشوف تقريدات الجمهور بشكل سريع خذ كذا و كذا واضحا خارج يسألك الرياض أنا أسألك لك يا أخي ماذا ذات تقريدات اللي بداية يا أخي خذ نسوي أنا أسألك لك هذا نفس اللي قلوه ليلة ابتهار تقول أجوبته مقنعة ما شاء الله فعلا ما فيه شيء ما قناعتني فيه كل شيء قناعتني فيه و الله زاك الله خير عاشق المنتخب يقول الوقت متأكدين 90 دقيقة الاعتراض تأخذ من وقت الفقرات تسوي وقت وقت اعتراضات 25 25 25 هي اسمها في التسعين يا أخي افتراضي في التسعين نقصد التسعين لكي نكون في الصورة ليس التسعين دقيقة حتى النشيد في التسعين في التسعين في الكورة في شيء اسمه في التسعين في القول عشان كذا نذكر فريق الإعداد غيرون الشارة الله يحفظ من اللي نكمل فيه في الشارة الدقيقة إذا الموضوع أنكم تشكوا في الإجابات مثل العقيم ما بتوصل للصافرة خلاص فقدنا الأمل كلام رياض صح 100% جبتوا الاختلافنا عليه ولكن ما بتلتوا في الموضوع خلاص الفائدة ما بتيتوا في الموضوع خلاص الفائدة لا نستعرض لا نستعرض نستعرض لكي نغير هم يحسبون يبرجع مثل بعض الناس في فقرات ثانية من قصدك في فقرة الأسئلة ستة صح بعض الناس اتواجعوا أنا لا أتراجع هذه بانت الحقيقة فعلا هناك مشكلة أنا لا أدري ولكن نسمعتنا متراجع استعرضنا فعلا كان في دخول ولو في مشكلة عندنا واضحة رجعنا البطول تقول ما في مكان لتحيز بيننا ولا تدخلون بالنوايا يا جمهور الجميلة شخصا تقول الله فوق يا الشعلة يا الشعلة الحمد لله يا الشعلة إيلا إن شاء الله ما تكفون دائم جيبوا رياض بالفار عجبتني ردودة طيب نروح الأشياء لا تغيرون الصافرة نبيها الألوان تشتت تطلع مشاكل أي شيء التقنية يقول لك علق الجهاز الإضاءة بكرة عرفت لو في إضاءة يقول لك علق الجهاز عمو من الأسئلة كلها أنا أختم لا لا أين رأيه آخر تغريدة صافرة الإيجابية تقول الخلافات في فقرة في التسعين لن تنتهي أكيد في أي مكان لن تنتهي أنا أتفق في هذا إذا انتهت الحياة صرت روتين عادي روتين بارد روت خلاص أنت أنت يا رياب نعم حافظ سؤالك أقول سؤالك هو أول سؤال تاني أنت في بقرة في التسعين جاي لأن الفكرة عجبتك أو لأنك موقع عقد مع المجد وبشكل عام بتنجزها يعني أبقى أفهم هل أنت مقتل في فقرة في التسعين وحابها لا شوف فيه أشياء صحة هذا واجب وفيه شيء اسمه يبدع أنا أجابتني الفكرة وأنا أحب بصراحة أخرج بأي فكرة جديدة غير نمطية قد تكون الفكرة هذه اللي نحن قاعدين نسويها معمولة في نحن صغار كنا نسويها لمساتك يا بول وليد موجودة في كل فقرة وفي كل برنامج وين لمساتك في التسعين شوف هي لمسات جماعية ما في شيء لمسة فردية دائما لمساتك فردية والله لا لا نحن مع الشباب فريق واحد نحن قاعدين نحاول إذا الفكرة مكتملة في بعض البرامج اللي تقدمها تحس أنها مكتملة بس أنت تأتي يعني زي ما قالوا ترفع هذا زي الهدف والقول يعني الحارس والدفاع وهذا كلهم بأخرت أنت المهاجم يسجل الهدف فتحس أنها مكتملة فقط إضافتك أنت في الحزم في الكنترول العالي وأيضا في الأسئلة ووضوحة عند الشباب أنا أشوف أن ميزة الفقرة أن تكون حازم مع الشباب بشكل عام يعني أنا بالعكس أنا ودود مع الشباب بس لابد تكون في حزمة لأن الأسئلة دقيقة وفي خروج شخص هذه التغريدة نختم فيها لكن لا تقرأها خلها لك بقط ماشي الله شكرا عدل الغاف نأثر منك والله وعد ينمون عليه وإن شاء الله الأربع يكون معنا قول فقرة في التسعين واذا وضع النهائي قبل أن نختم لأنه صراحة انتهى وقتنا واذا هو وضع النهائي 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 في التسعين في التسعين مستمرة كما هي آخر يوم في التسعين النهائي سيري وذكرتني في همثون سيري دم تبتكرك أقول لك النهائي ما فهمت سؤالك آخر يوم في التسعين متى والله من فريق الإعداد طيب أنا لا أتدخل في أي شيء ما يمسني إذا يمسني أعطيك العافية شكرا لرحابة صدلك وشكرا صراحة قبل هذا للإجابات التي فعلا أقنعت الكثير يعني لا نستطيع أن نقنع 100% مستحيل لكن سنقول 8% كويس آخر شيء أقول للشباب فقرة في التسعين هم عرفوا الفقرات واضحة لو راحوا كل واحد يشتغل فقط أنه يجاوب الأسئلة الموجودة عنده ويشتغل عليها والله ستفوز أما في الأخطاء أما في الأخطاء هم يسمونها فقرة غرفة الفار معقد الشواش أي معقد الشواش هذه هي بعمر الله يسامح أطلقها علي وهي فريئة أنا معقد الإجابات أدي معقد الإجابات فعلا والله لك العافية خالد شكرا لك شكرا لك وبيض الله وجهك وندعو مقدمي بقية الفقرات لتجاوب معنا ويظهرون بهذه التفقرات أو الاستضاحات التي نريد أن نوصلها للجمهور شكرا لكم العبدالي الغافل في فقرة تحت منجر يكون معنا الأربع إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق في المعنى دا نعزل تغارد الطرام بعد التحدي والطموح يستاهلوا كاسر نهار يستاهلوا كاسر نهار وين التنافس والحمس ضرب الجزاء ولا تمس يالفار وين